سيارة رسمية لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراكي إلى الجزائر عنوانها تعزيز التعاون بين البلدين وموضوعها الرئيسي البحث عن مزيد من إمدادات الغاز فالجزائر التي تضمن ثلثة إمدادات الغاز لإيطاليا أضحت قبلة أوروبا لتعويض الغاز الروسي رهان لن يكون بالسهل على المدى القريب لكن حسب خبراء يمكن لإيطاليا في الوقت الحالي الحصول على ثلاثين بالمئة من الإمدادات الإضافية بفضل أنبوب الغاز الذي يربطها بالجزائر الأموب الغاز بين الجزائر وإيطاليا يستعمل على حوالي ثلاثين سبعين في المئة باقية فرصة ثلاثين في المئة قادرين الجزائر تستعملها إذا كان في زيادة في التصدير سوف أتعلى قل عبرها للقناة كل ثلاثين في المئة الموعد الذي أعطته جزائر لأوروبا بالصفة عامة هو ثلاثة أربع سنوات شرط أن يكون فيه استثمار قوي من طرف مشاركة المالية أوروبية ولماذا لا حتى بعض المنظمات المالية الدولية في تنقيب في البحث إلى آخره وشكلت إيطاليا خلال الثلث الأول من عام 2021 الوجهة الأولى لصادرات الغاز الجزائري بحجم إجمالي قدره 6.4 مليار متر مكعب أي بزيادة قدرها 109% مقارنة بعام 2020 وتبقى هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بعد توقيع اتفاقيات شراكة بين مجمع الطاقة الإيطالي إيني ومجمع سونتراك الجزائري استثمارات المشتركة التي تقوم بها شركة إيني الإيطالية مع شركة سونتراك بالتالي إيطاليا ستسعى من خلال هذه المفاوضات المفتوحة مع السلطات في الجزائر من أجل تطوير الشراكة الطاقوية وأيضا توسيع إمدادات الغاز ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا حوالي 6 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار صادرات جزائرية نحو إيطاليا و2.4 مليار دولار كواردات ويرى مراقبون أن إيطاليا لا تتحدث بلسان حالها فقط مع الجزائر بخصوص ملف الغاز بل جاءت كمفاوضين عن الاتحاد الأوروبي بحكم علاقاتها العريقة والاستراتيجية مع الجزائر فيما ستتضح الرؤية بشكل أفضل خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى إيطاليا شهر مايو المقبل حسن جزائري قناة الغد الجزائر حسن جزائري قناة الغد الجزائر حسن جزائري قناة الغد الجزائر